تقلب رولا سليمان صفحات الكتاب المقدس تخصص جزءا من وقتها لتعليم ابنتي شقيقتها مفهوم الحياة المسيحية بحسب طقوس الكنيسة الإنجلية الوطنية فرولا ليست امرأة لبنانية تقليدية من طرابلس هي باتت اليوم أول قسيسة في لبنان والشرق الأوسط قبل أيام مضت وفي خطوة متقدمة وغير مسبوقة تخطى السينودوس الإنجلي الوطني في سوريا ولبنان أفضلية الذكر على الأنثى في تكريس قساوسة معتمدا الكفاءة في الخدمة والمسيرة الكهنوتية فماذا يعني هذا القرار؟ معنى القسيسة هي شخص وراعي يرعى رعية يعني بهتم بكل أمور رعية من زيارات من الخدمة يوم الأحد قيادة درس كتاب اجتماعات حتى اجتماع العمدة بقود اجتماع العمدة الرسامة القسيسة بتمنحني أنه أنا كمان أقوم بالأسرار اللي هي اتنين بكنيستنا السر المعمودية وسر العشر رباني كيف وقع الاختيار أنا راعي الكنيسة من 2008 والكنيسة وصت لقناعة بوقت ما أنه بيريدوا أنه أنا الرسم واخدهم الكنيسة بشكل كامل وبالمجلس الإداري صار فيه تصويت على رسامتي وطلع القرار كمان 23 على 24 صوت نعم لا تخفروا أن تكريسها قسيسة ترك تذمرا في صفوف بعض رجال الدين من الكنيسة الإنجلية البروتستانتية نفسها ومن الكنيستين الكاثوليكية والأرتودوكسية التي ترفضا في عقدتهما مبدأ تولي المرأة سر الكهنوت لكنها تتوقف عند احتضان الطرابلسيين لها بطوائفهم المختلفة والمتنوعة طبعا ما بيخلال الأمر نحن مجتمع زكوري وطبعا فيه كنائس بترفض فيه كنائس ما بتقبل أنا بحترم كل الأراء أن تكون إمرأة راعية كنيسة شو فيها تقدم لهيد الرعية الرجل لا يستطيع أو شو الامتيازات اللي بتقدر المرأة تقدمها أنا بحس الرعاية فيها كتير من الأمومة الناس قبلت الرسامة بشكل كتير إيجابي يعني محيطنا نحن هون محيط الطرابلوس محيط الكنيسة كتير إيجابيين ومبسوطين بالموضوع وكما عند الإنجليين كذلك عند المسلمين الدنماركية شارين خانكان المتحدرة من أبن سوري وأم كاثوليكية فنلندية أسست مسجدا مخصصا للنساء في كوبنهاجن وسمته مسجد مريم فباتت أول إمامة تلقي خطبة الجمعة من حق أي شخص يملك العلم أن يخطب في صلاة الجمعة ويأم المصلين بغض النظر عن جنسه لا يوجد أي أساس ديني يعارض مسألة إنشاء مسجد للنساء فقط ومسألة أن تكون المرأة إماما في مسجد وأمام رفض البعض فكرة أن تتبوأ المرأة مكانة في الحياة الدينية سيكون لبنان في الرابع والعشرين من الجاري على موعد مع رسامة ثانية لنجلاء قصاب قسيسة لبنانية ثانية في الكنيسة الإنجلية دارين دعبوس قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر